أخبرنا متواصلة دون انقطاعنا بكم إلى موجز الخامسة نستهله بأبرز العنوين الفريق أحمد جيد صالح يؤكد حرص الجيش على تأمين الانتخابات ويؤكد أن الشعب لن يسمح بتعكير جو الأمن والاستقرار أعين ووجوه بارزة في الأوراس وباتنا تعلن مسندتها للمترشح عبد العظيم بتفريقة وأخرى تتبرأ من بن فليس وستعول الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر وزارة الاتصال تؤكده السماح للقنوات الخاصة والأجنبية بدخول بكاتب التصويت والداخلية تكذب ما تدورته بعض وسائل الإعلام جمعية طلاب ورياضيون ينبتون دعوات العنف ويدعون للتوجه بقوة إلى مراكز الاقتراع أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل موجزة الخامسة ثمن الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي التضحيات الكبرى وشجاعة والصبر والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها كل الأفراد وعرج قائد قيد صالح في زيارته لقيادة درك الوطني اليوم على الأهمية التي اكتسيها سلاح درك الوطني باعتباره جزء لا يتجزى من الجيش الوطني الشعبي والذي يعد دعامة أساسية من دعائم الأمن والاستقرار في بلادنا وبخصوص الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات الرئاسية يوم السابع عشر أفريل أكد الفريق مرة أخرى على حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على توفير كل أسباب الأمن قائلا إن حرصي الشديد على التأمين الوافي والكافي بل والشامل لمجايات الانتخابات الرئاسية يجعلني أن تهز ثاني حتى زيارتي لقيادة درك الوطني لأذكر مرة أخرى عشية هذا الاستحقاق المحوري بأن الشعب الجزائري والوفي لتاريخه ومقاوماته الوطنية لن يسمح مطلقا بتعكير صف أمنه واستقراره وسيعرف بفضل وعي شبابه وحسه الوطني رفيع كيف يشكل جدارا مني عن ضد كل من تسول له نفسه استغلال هذا الحدث الوطني الهام لتحقيق أغراض تتنافى والمصالح العليا للبلاد أكد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقان أن الامتناع عن التصويت بدون مبررات قوية يعتبر سلوكا لا يعبر عن الانتماء للأمة ومواكبة تطورتها وقال رئيس الدولة في رسالة عشية إحياء يوم العلم الذي يصادف يوم السادس عشر أفريل من كل سنة المشاركة في التصويت هي بالنسبة إلى مجتمع سائر في طريق وفي طراق بناء سلحي ديمقراطي مقياس لمدى توصل الأسرة والمدرسة والأحزاب والجمعيات إلى تطبيع الناخبين من المواطنات والمواطنين على انخراط المواطنين العملي والفعلي ضمن حياة مجتمعهم المدنية وقبل يومين من توجه الجزائريين إلى صندوق الاقتراح حذرت الخارجية والفرنسية رعاياها المقيمين بالجزائر من التوجد في أماكن تظاهر كما نصحت مواطنيها من السفر للجزائر إلا في الحالة القسوى الكدرسي حذر الرعاية الفرنسيين من زيارة مدينة غردايا التي تشهد حالة تنفلات أمنية أعطت المديرية العمل الأمن الوطني اليوم تعليمات مشددة لكافة مصالحها في الوطن قصد ضمان السير الحسن لعملية الاقتراع وكذا ضمان أمن وسلمة المواطنين ومختلف المؤسسات تفاصيل أكثر مع حسام زواوي تحسبا ليوم الاقتراع ولضمان السير الحسن وتأمين الانتخابات من التجاوزات التي قد تقع في أي لحظة أعطت المديرية العمل الأمن الوطني تعليمات لكافة مصالحها عبر الوطن برفع الإجراءات الأمنية المتخدة وذلك برفع نسبة التأمين بداية من اليوم خاصة على المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة للمؤسسات العمومية وكذا مقرات الهيئات الأجنبية والمترشحين في حين وكلت مهمة تأمين مراكز الاقتراع لعناصر الشرطة دون تدخلها فيما يحدث داخل المراكز والتركيز على تسجيل المخالفات والتدخل في حالة وقوع أي منوشات أو محاولات تشويش تعكر صف عملية الاقتراع هذا والتزمت التعليمات التي تلقتها كل مراكز الشرطة عبر كافة التراب الوطني برفع حالة التأهب قصد ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية إلى غاية الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتائج كما شددت التعليمات التي أعطتها المديرية العامة للأمن الوطني لكافة مصالحها على ضرورة حماية تنقل المواطنين من خلال حماية المحطات البرية وكذا القطارات ومحطات نقل سيارة الأجرى في حين تلقت ذات المصالح تعليمات بمضاعفة عمليات تعريف الأشخاص والبحث عن أي مشتبه به في محاولة لإثارة العنف والفوضى خلال ساعات الاقتراع هذا وستكون تعليمات سرية المفعول لغاية صدور تعليمات جديدة بالنظر للظرف الخاص الذي تعيشه البلاد هذه الأيام هي إذن تعليمات المديرة ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني وذلك للصهر على حماية الوطن والمواطن إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية والجماعة المحلية اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات المعتادة والمألوفة خلال الفترة الممتدنة بين السادس عشر أفريل الساعة منتصف الليل إلى يوم الثامن عشر أفريل في حدود ساعة السادسة صباحا وذلك لضمان سير الحسن للانتخابات الرئاسية وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تتمثل في منع سير كل مركبات نقل البضائع برا وبواسطة استكال حديدية باستثناء المركبات المستعملة للتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا غلق الأسواق الأسبوعية باستثناء الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه كما تضمنت الإجراءات تأجيل كل تظاهرات رياضية والثقافية المزمع إجراؤها خلال الفترة الممتدة من السادس عشر إلى الثامن عشر أفريل وتنتظر المتورطين في محاولة التزوير أو تجاوز القانون خلال يوم الاقتراع عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا حيث تضمن القانون العضوي رقم 01-12 المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 12 جنفي 2012 مجموعة من المواد القانونية التي تجعل من التزوير قبل الاقتراع وأثنائه وبعده غير ممكن وضع المشرع الجزائري نصوصا قانونية تشدد العقوبات ضد كل من يحاول أو يباشر عمليات تزوير الانتخابات وذلك تبقى للمادة 210 من قانون الانتخابات وما بعدها والتي تندرج تحت مسمى الأحكام الجزائية لردع المزورين وعمليات التزوير والجديد الذي جاء به قانون الانتخابات المعدل والمصادق عليه في 2012 هو إقحام القضاء في مهمة حماية العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة حذر ما يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ الأياس الجزائريين من الاستجابة لنداءة الفوضى والحرق والتخريب من أي جهة لأن أصحاب هذه الدعوات كما قال البيان حيثما كانوا في النظام أو داخل الأحزاب السياسية في صفوف الحركة الإسلامية أو في تنظيمات المجتمع المدني لا يحسنون الصيد إلا في المياه العكرة ولا يستطيعون التحرك إلا في الظلام الدامس ودعا ما يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ إلى دستور توافقي ينهي أزمة المؤسسات تلقائيا حسب البيان دائما ويقضي على أزمة الأخلاق تدريجيا تم إداع طلب تحريك دعوة عمومية لدى محكمة الجلفة من طرف المنصق الجهوي لولايات الجنوب للمقاومين سوعدية ميلال ضد المشتك منها علي بن فليس المترشح لرئاسيات 2014 قبل 48 ساعات من الشروع في عملية التصويت سرع العديد من الشخصيات والأحزاب المساندة للمترشح لرئاسيات القادمة إلى التراجع عن قرار دعم المترشح علي بن فليس بعد التصريحات التي أطلقها حيث استبق الأحداث وأعلن مسبقاً لجوءه إلى الشارع يوم الثامن عشر من الشهر الجرية نسخة للمقاقة للشكوى أما بشأن الإصداء المشتكين هذا شأن داخل تخص للشكوى تخص للأقوال التي يصرح بها في قناة النهار والتي حرد ويحدث في الولاد رجعنا من الكارثة التي كنا فيها في العشرية السوداء وهذا كم أبداً عانينا من أولاد الأمن والحق نحن نقاضي كل من يريد أن يرجعنا لمرحة فوضع من تقديد والتخريب من ثلاثات وهذه الموافقة في الدولة هذا أسلوب استعملاته للجماعة الإرهابية سابقاً ونظل أن هذا المرشح في نفس الطريق لماذا؟ لأنه كان على موضوع يخطط من ألف سنة وربعاً هذا المخابات الرئاسية هذا وندد حكيم قاسيمي منسق الحركة الوطنية للعروش بالخطبات التحريضية قبيل الحملة الانتخابية نحن في التمسيقية للعروش بعد دراسة الوضع السياسي الآن في البلاد تضحت بعض الأطراف مشاركة وبعض أطراف كذلك مقاطعة للانتخابات تدعب العنف ويستعمل العنف لأغراض على كل حال نحن نتكلمون في التصريح لأغراض تخدم مصالح الخارجية أكثر ما تخدم البلاد تكلمنا عدة مرات قلنا بأن في هذه المرة يكون هو اختيار الحر للشاب الشاب هو سيد أم يقاطع أم يشارك يكون اختيار حر وسلمي لا يستعمل العنف ومعروفين اللي يرون شاركين يتكلمون على العنف ومعروفين اللي يقاطعوا يتكلمون على العنف أقول أن الناس الذين يدعون إلى العنف تقول لهم بأن الطريق الوحيد هو النظام للسلمي الديمقراطي الحر لجميع الشباب والشاب الجزائي بالصفة عامة يحب ينتخب بطريقة سلمية يحب يقاطع بطريقة سلمية أما العنف نبذيه كمغان ديراج نبذيه العنف بأي أشكال كارثة ومهما كان ندرها تتواصل متاعب والمترشع علي بن فليس الذي فقد في أقل من 24 ساعة مساندة عيد تنظيمات في عقاب دعوته للعنف وتهديده المباشر للولات أتت دور الآن على رجال الباتريوت الذين أعلنوا تبرؤهما التام من المترشع علي بن فليس متأسفين على ما وصفه خيانة منتشوهداء من خلال مغامرة سياسية قد تجروا البلاد لمستنقع الفوضى أحمد حفصي رصد التالي يا أخي إحنا نحوس الهنى لبلادنا وإلا كي الناس تحوس الدمر للجزائر أنا البارح أرفضت السلاح على جهة البلادي بأولادي يقع يعيشوا في الهنى والأمة الجزائرية عيش في الهنى إلا كنا نرجعوا للسلاح من أجل الجزائر أنا ما زلت وجد بأن أرفضت السلاح أنا وكل مقاومين على مستوى الوطن من أجل الجزائر ومن ما نتسمحوش لأن أنا عندي أمانة في رقبتي هما الناس اللي متوا للبلاد كنا نسلموا لهم الإعلام نقول لهم الله يرحم شهداء الوجب والله يرحم شهداء العبرار اليوم أنا ما نخوش أمانة الشهد أمانة الشهيد اللي تعمروا للبلاد بغد ونلقوا ولدوا يطلب والولدوا يروح للمذابة كافانة منها الناس ما تعاش القيمة السلم لو كانت عارف القيمة السلم الناس يدي قيمة للبلاد هذه واللي يحب الناس كانت ساكدة مدة عشر سنين واليوم يجيب يجيب لي قوانين ويحاوس يدمر البلاد واللي يقول لنا ندير اللي يدير اللي كان وقف على البلاد الباتريو تعلنوا ولاءهم المطلقين المترشي عبد العزيز بوتفليقة الذين وصفوه بمهندس المصلحة الوطنية غير أننا سجلنا بكثير من الامتعاض بعض المغامرين الذين خانوا عهد شهدائنا وراحوا يتحالفون مع من كانوا خصومنا بالأمس في خرجة مفضوحة وهو الأمر الذي دفعنا إلى سياغة هذا البيان لنعلن ما يلي نعننه تبرؤنا من المدعو الطهارق شقروني الناطق المزعوم لتنظيمنا الذي انخرط مع المترشح بن فليس علي دون استشارتنا وليمارس ابتزازه المفضوح للسلطات لأغراض شخصية يعرفها العام والخاص نجدد دعمنا للمجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة كمرشح للرئاسيات لما لمسناه منه من عناية بفئتنا على غرار كافة فئات المجتمع الأخرى سيما المرسوم الرئاسي رقم 77-13 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتضمن تسوية وضعية المقاومين أي البطريوت منذ 1992 إلى يوم شباب حي تكساس الشعبي كباقي الأحياء رفضوا بشدة المحاولات اليائسة من قبل بعض المشبوهين من أتباع بن فليس ومأجورين من حركة بركات للزجي بهم إلى المس بحرية مواطنيهم وإفزاد العرس الانتخابي وإلى التخريب وممارسة أعمال العنف وزرع الفتنة مقابل إغراءات مالية لا قيمة لها عمر عمري بعث بالتالي نحبوش حنا الفوضى نحبو الانتخابات يفوتوا إن شاء الله سلامات للدهب صحته ما نحبوش تحرير ما نحبوش المشاكل البلاد نحبوه احنا أخوه للدهب صحته احنا جزائريين بوتفليقة جزائري يقول كاذاك من الغرب وإحنا وذا من باتنا كيف كيف احنا كل يولاد الجزائر فرد علام يا أخوي أنا نقول للناس هذو اللي حرضوا في الشباب على الفوضى نقول له مربية ديكم فهمتوا احنا الشباب احنا وعيين واللي حب اللي حب مثلا يساند الموطرش حنتاعه ولا هواش يوم 17 أفريل عنده عنده رأي في رأيه هو يحط الورقة على من على بوتفليقة ولا على بن فليس وحنا الرأيه الراجل المليح ربي يجيبه للبلاد احنا ضد العنف وضد الشي هذا اللي اختراش حنا كيني الناس عرضوا علينا الحويج هذا وحنا نقول له مربية ديكم يتسمى احنا العشرين السوداء برك تكفينا وشي اللي فات علينا بكري يضرقوا احنا بغيين نعيشه ونحبوا البلاد دي كله ان شاء الله فيها بعض الالف يال اتاع عرضوا الناس واردوا قولهم فزدوا وديروا وخربوا منها وما بقاش لدير الشي هذا والحمد لله ما يظهر لي مكانش دو الكاليجان كل قارين وما بقاش الجهل الناس أمية ولا منا مكاش الناس كل متحضرين الشباب كل الله يباركوا واعي كما ركتشوف فيه يبقاش يظهر اللي تعذرهم هذه ومنها تحية الاعلام تحية زاية احنا نحتاج واحد يصير البلاد نحتاج واحد لي نزيقوا فيه مش واحد لي يرشينا بالصوارد يأتينا الصوارد باش نشجعه باش يديه هوا احنا ما نحتاجه شكاك اخوه احنا نحتاجه البلاد نتاعنا نحتاجه البلاد نتاعنا تطور اعلنت عدة وجوه بارزة في الجزائر مساندتها للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة في رياسية تفريل الجري واعلنت كذلك عدة مدن بولاية باتنا كأريس وتكوت وغيرها مساندتها المطلقة للمترشح بوتفليقة هذا ودع المجاهدون واعين منطقة الاوراس الشعب الجزائري لمساندة ودعم المترشح بوتفليقة كما اعتبر ان امن واستقرار الوطن خط احمر لا احد يتلاعب به اعتبر رئيس تنسيقية شباب الاوراس المساندة للمترشح عبدالعزيز بوتفليقة فرح سيف الدين ان شباب الاوراس وعون بالمخاطر التي تهدد استقرار الجزائر تنسيقية شباب الاوراس انتقدت محاولات بعض السياسيين جر الجزائر لمدوامة العنف او لدوامة العنف محمد بمجور صد تصريح تالي بالنسبة لتنسيقية شباب الاوراس وخصوصية المنطقة وبعض المترشحين الذين يدعون الى العنف والفوضة وجر البلاد الى ما سير مجهول لهم ايضا من الحكمة ومن العقل ومن الحنكة ما يميزون وما يفرقون به بين مترشح وبين رجل خدم الجزائر وافنى عمره في خدمة الجزائر وبين مترشح موسمي يظهر صدفة مع كل انتخابات ليدعو الى الفوضة والعنف على حساب الجزائري وعلى حساب وحدة الجزائري وعلى حساب عزة وكرامة الجزائريين خرج المترشح علي بن فليس مرة اخرى عن صمته ورفض ان يتحمل اي مسئولية في حال قم انصره باعمال عنف عقب اعلان نتائج الاقتراع علي بن فليس وخلال ندوة صحفية له بمقر مدومته اكد انه لا يستطيع التحكم في تصرفات انصره هشام شريف حضر هذه الندوة وعاد بالتالي بمقر مدومات نحن لم يكن من ترسلح الكثير من بناء المساوالمين أطبعهم مجمع لا يستمرون ولم كيف سألحون من يشئون من قراء عليهم وينيش أتخلل فهادت البراية أو قراء ما سألون من قبل أدرامs أتخل في عزيز hoy دخول أشياء ليس قويني ено ليس قويني سألون سألون من التفديل وردنا منذ قليل أن ممثل المترشع علي بن فليس بلجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية تلمسان السيد دحماني بوسيف يريد إعلان انسحابه عبر قناة النهار وهو أمين الولائي لأحدى نقابات التربية كما أنه هو من يشرف على كافة المراقبين التابعين لعلي بن فليس ب53 بلدية وصرح أنه قرر الانسحاب عن طواعية بعد التصريحات والدعوات للعنف التي صدرت عن بن فليس كما أعلن عدد آخر من مدراء الحملة الانتخابية لبن فليس في بلدية تلمسان انسحابهم بعد تصريح المترشع لبن فليس بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل الهيئة الرسمية المخولة قانونا على غرار وزارة الداخلية والمجلس الدستوري اعتبرت اللجنة والسياسية ولجنة الإشراف القضائي في بيانا اخواننا في لا إله من الله وحب للعالمين احباً اندير الشلاح نخلط هذا النعره في الشعب نكسر هل الجبروتية ونكسر الفرعونية ونسلمة ونسمع 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 وطلبوا منا ان يخرجوا بالشارع ونجعلوا الفوضة ومظاهرات ونكسروا هذا هو حركة بركات وحركة يقولوا باللي رانا أنصار بن فليس الموعد متع سمعتاش أبريل المقبل فإما لا نقبل الخراب لا نقبل زرع الأحكاد نحن زراع محبة وهذا الشعب الجزائر حب يعيش فلنتعانق مع كل جزائريين من شمال الجنوب من الشرق إلى الغرب والنقبل خير أمة الأخرى والناس أعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع سلم المقاطعة لرئاسيات عن وجود اتصالات مع الشخصيات وأحزاب لتوسيع جبهة المعارضة ودعوتها للانخراط في مسعى ما يسمى بالانتقال الديموقراطي وتوقع مقري في ندوة صحفية عقدها اليوم ثلثاء بالعاصمة انضمام مترشحين إلى ذات المسعى بعد خيبتهم في الرئاسيات أتغطي لرفيق خلف الله وأن بعد خيبات الأمل لبعض المرشحين بعض المرشحين ستجعلهم يهتمون بالتنسيق مع المعارضة سواء أحزاب أو شخصيات ونحن بدأنا الاتصال من الآن بدأنا الاتصال بالشخصيات وبالأحزاب من أجل توسيع جبهة المعارضة فسنشتغل مع التنسيقية التي ستكون موسعة من أجل ندوة حوار وطني ثم نرعرف تصورنا على السلطات إذا قبلت السلطات وجهت منها المبادرة للانتقال الديمقراطي بالتوافق مع المعارضة بطبع تحال عندئذ نقول بالجزائر إن شاء الله ستخرج من أزمتها التغيير اسقطوا نظام مرحلة انتقالية هي مطالب ترددت على أسماعنا في وقت مضى وكانت تنتجاتها خرب في البلاد ويبدو أن هناك من يحاول رد الجزائر لسنوات الجمر بفتنة قادمة لن يدفع ثمنها سوى عامة الشعب أو الزروالي وهو ما دفعته غاليا سيدة فتيحة واحدة ممن ذقه مرارة العشرية السوداء تفاصيل أكثر في تقرير أسماء عبدالعثمان هي صرخات أم فقدت الفلذاح على يد الظلمة مطالب بالتغيير فتنة ومن ثم دماء هكذا كانت بداية العشرية السوداء والتي اكتوت بنارها السيدة فتيحة هي من فقدت الأبناء والزوج في مزارة بني طلحة ولا تزال تعيش برصاصة في جسدها أصار الحادثة المرة لا تزال تعيش على وقعها وها هي اليوم ترفض العودة لماضي طوية صفحته سيحسب أمام الله وأمام التاريخ من كان سببا في مسلسل العنف الذي عاشه أبناء بني طلحة وهي عبرة لمن تخول له نفسه المساسة بأمن هذا الوطن استنكر السيد محمد قربوسين لطيقو بنيابة عن الأميناء العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب كل النداءات التي تحرد على العنف والخروج للشارع والتي تريد شرا بأرض الجزء خاصة بعد المعاناة التي تكبدها ضحايا الإرهاب التفاصيل أكثر في ميكروفون أسمى عبدالله عثمان باسم المنظمة موطنية ضحايا الإرهاب واسم عائلات ضحايا الإرهاب نحن ندل بهذه المواقف بالعنف نقول له هذون الناس اللي يطالبوا بالعنف والخروج إلى الشارع نقول له أن الجزائر عزيزة علينا نحن ضحينا من الجزائر نحن كعائلات ضحايا الإرهاب نحن اللي ضحينا البلاد هذه نحن ما تنسيش بالله نحن كما قولوه نحن اللي شربنا الكاس المر نحن نقول لهم هذون الناس اللي يقولوا بركات نقول لهم بركات يتما بركة رامل بركة خريب بركة معطوبين هنا نقول لك عائلة ضحية الإرهاب كفانا 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 أصدر مجلس عبد الرحمن الكرسي الممثل للهيئة العليا لأعيان عشائر ودي ميزاب بيانا بخصوص الوضع الحليف الولاية ودعت الهيئة العليا لأعيان عشائر ودي ميزاب لتغليب المصلحة العليا للوطن واستقراره واستمرارية مؤسساته وتفويت الفرصة على أعذاء الجسائر كما اعتبرت الفتنة واعتبرت مفتعلة في غردية من قبل أعداء الجزائر المتربسين بها لضرب أمنها ووحدة ترابها هذا ودعت الهيئة الوطنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الخميس بقوة حفاظا على تمسك الوطن والأمة الجزائرية في معرض أرده على تسريبات تحدثت عن منع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية الخاصة منها والعمومية من تغطية عملية الاقتراع داخل مكاتب التسويت أكد وزير الاتصال عبدالقادر مساهل أن كل الوسائل مرخص لها لتغطية هذا الحدث ولتغطية كل مجريات العملية الانتخابية في كل مراحلها من بداية التسويت إلى عملية الفرزة عبدالقادر مساهل أكد أن وزير الداخلية لم يصدر أي تعليمة تقضي بمنع ولوجي صحافة إلى مكاتب التسويت معتبرا أنها من حق الصحفيين ومن حقهم تأدية عملهم يوم الاقتراع بكل حرية نفى بعض الخبراء الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد الجزائري والمستثمرون الأجانب بصفة عامة عرضت لما أسمته بعض وسائل الإعلام مضاعفات الجو المشهون الذي تميزت به الحملة الانتخابية وكذا التصريحات لبعض المترشحين التفاصيل في تقرير محمد سعدوي جرات الحملة الانتخابية في جو مشهون وكثير من التهديدات من بعض المترشحين واستغلت بعض وسائل الإعلام ذلك لترويج بأن المستثمرين ورجال الأعمال متخوفون من أزمة في الأفق تؤثر على مشاريعهم وعلى الاقتصاد الوطني وهو ما فنده بعض الخبراء نحن في ظرف خاص لكنه حمد لله قصير من ناحية المدة وبالتالي هل هناك تخوفات حالية تتأثر كثيرا على الاقتصاد؟ لا حتى إذا تذبذبت بعض العمليات المضاربين ممكن يسحبوا أشياء من السوق مستوى العملة ممكن يندثر زيادة شوية في السوق الموازية لكن لا يتأثر اقتصاد مثل اقتصادنا بظرفة كما يرى خبراء الاقتصاد أن الظرف الذي تمر به الجزائر ظرف المؤقت وجد عادي تمر به جميع بلدان العالم كما أن الاقتصاد الجزائري ليس مبنيا على صراع أشخاص بل على مؤسسات الدولة التي تسهروا عليه الأخذ والعطاء السياسي هذا لا بد أن يبقى في حدوده سياسية أنه لا يأتي للاقتصاد والممكن العجل الموجود الآن وأنه كل البلدان تعرفوا هذا تعرفوا أكثر من هذا لا بد أن الناس يفصلوا بين أشخاص مرشحون برامج وبين هيئات الدولة هيئات الدولة هي التي تحمي تضمن تؤمن تطمئن الناس على أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاد شخص أو مجموعة واقتصاد بلد إن الاقتصاد الجزائري ورغم النقائس التي فيه قائم ولا يمكن أن يتأثر بتصريحات وخطابات جاءت في معترك سياسي بحث طرابت وزارة التربية الوطنية من جميع مديرياتها بإحصاء شامل أساتذة التعليم الابتدائي المتوسط المستفيدين من الإدماج في بعض رتب القطاع من أجل تسوية وضعيتهم بعد الرئاسيات كما شملت المراسلة الأساتذة المتحصلين على شهادة التخرج للتكوين في إطار اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ناسم الوافي ألزمت وزارة التربية الوطنية في مراسلة لها لمديرياتها الخمسين المتواجدة على كافة التراب الوطني بإحصاء شامل لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط في إطار التحضير لملف الإدماج في بعض رتب قطاع التربية قبل الرابع والعشرين أفريل المقبل وذلك من أجل تسوية نهائية لوضعيتهم على غرار التعليم المتوسط لأساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط والذين لهم أقدمية عشرون سنة إلى غاية 31 ديسمبر من عام 2011 كما طالبت الوزارة بإحصاء يشمل أساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة التعليم المتوسط الذين لهم عشر سنوات خبرة إلى غاية 31 ديسمبر من عام 2011 إضافة إلى جرد كامل لأساتذة التعليم الأساسي المتحصلين على شهادات التخرج التكوين في إطار الاتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي بعد صدور مرسوم 12-240 وتقارير النجاح قبل صدور المرسوم التنفيذي كما شملت المراسلة أيضاً طور التعليم الإبتدائي بين معالمي المدرسة الإبتدائية المدمجين في رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية الذين لهم من عشر إلى عشرون سنة كما لم تستثني الوزارة الوصية معالمية المدرسة الإبتدائية المتحصلين على شهادات التخرج المتوجة للتكوين في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي وفي ذات السياق أشار بابا أحمد إلى أن احتساب الخدمة ستكون بالجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج كما تجدر الإشارة إلى أن المراسلة استثنت حمالة شهادة الليسانس ومهندس دولة في الطورين يدخل تلميذ في إجازة إجبارية بسبب تحويل مختلف المؤسسات التربوية إلى مركزة للاقتراع وهو الأمر الذي أزعج التلميذ والأساتذة على أحد سواء خاصة وأن الانتخابات الرئاسية تزامنت مع الفترة التي يقوم فيها الأساتذة بتعويض الدروس بعد الإضرابات الأخيرة أربعة أيام أخرى تقتطع من الوقت المخصص للدراسة بسبب العطلة الإجبارية التي فرضت على التلميذ بسبب تحويل مختلف المؤسسات التربوية إلى مراكز الاقتراع وهو الأمر الذي اعتبره التلميذ مضيعة للوقت والدروس على حد سواء خاصة وأنه مقبلين على امتحانات الباكالوريا نعم الأخيرة ويتزمن هذا الإجراء مع الفترة التي يحاول فيها الأساتذة تعود الدروس بعد الإضرابات التي عصفت مختلف الأطوار التعليمية ما جعل الأساتذة يستاؤون من هذه الإجراءات مرينا بفترة تعل الإضراب أخذتنا أربعة تسابيع وزيد للخميس اللي فات درنا استقبال أولية بالنسبة لي كأستاذة دعوا لي أربع ساعات هذا الخميس الانتخاب يزيد يضيع لي خمس ساعات لأنه من الصباح الأشياء وزيد الخميس اللي يمر هذا اللي روجي أول ماي ما راني سنكمل البرنامج ما راني سنقدر حتى ندير أسئلة للامتحان تالفصل الثالث تزمن الانتخابات الرئاسية بفترة تعويض الدروس يحتسب وقتا ضائع على التلاميذ في متابعة سيرولة البرنامج الدراسي يرى الشارع والفرنسي بين الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستعطي دفعا جديد للجزائر والجزائريين عامة والذين يدركون جيدا ما هو الجيد والملائم لبلادهم دون إثارة الفساد والفوضى كون أن الجزائر دولة متقدمة حسبهم حنان بدردين وياسمين خالفي بعثتا بالتالي دون إثارة الفوضى دون إثارة الفوضى ترجمة نانسي قراءة غير بعيدا عن الصخب الذي تعيشه الصحة السياسية لم تخلو الحبل الانتخابية من طرائف ميزة جمعات شعبية للمترشحين الست طيلة ثلاثة أسابيع أرقى في الموضوع لمصطفى تونسي اختلفت الطرائف التي تخللت الحملة الانتخابية بين المترشحين الستة فبين الزرناجية والأغاني واشطح وارديح وطلقات البرود وارتداء الألبسة التقليدية في بعض التجمعات عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة من معسكر وعد سكانها بجعلها كاليفورنيا الجزائر وربما ستحتاج أمريكا لاستعارة اسم مدينة كاليفورنيا وإلساقها بولاية ودي سوف مرة أخرى لكن هذه المرة المترشح الحر علي بن فليس هو القائل وصاحب حق التأليف الواد هذه تقدر تقول لكاليفورنيا عشر مرات خير من كاليفورنيا وخلافا على هؤلاء بالعيد عبد العزيز ظهر يبحث عن منصب في الخضر واختار اليابان بعدما تهى في قلاع ولايات الوطن هذه الولاية التي كانت قلعة الجزائر بقدراتها البشرية الهائلة قادرين أننا نخلق من الجزائر يابان إفريقيا موسى تواتي اختلفت عليه اللاءات وحيارته الأزدوز وربما كعكة عيد ميلاد الويزة حنون ختمت العرس رغم أنها لا تكفي كل أنصار حزب العمال الذين نسوا أصحابها وضع الشموع أم أنها سياسات التقشف فوزي ربعين العائد من بعيد وجد الوصفة السحرية للتخلص من مشكل السكن حتى الأحفاد يشاركون في الدفع نكتبوهانو على تسعة وتسعيسنا وكل شهر يدين مئة ألف على تسعة وتسعيسنا كل شهر يمد مئة ألف هذا مكان هذا مكان لتصبح بعض هذه الخرجات مصدرا للتنكيد في الأواسط الشعبية فهل هي ضمن برامج المترشحين أم لتكسير روتين الخطاب السياسي دعت مجموعة من رؤساء الجمعيات وطلاب الرياضيين الشباب الجزائري إلى تفويت الفرصة على من يريد عودة تودية الدماء إلى الجزائر والتوجه بقوة يوم السابع عشر أفريل القادم إلى سندق الاقتراع لاختيار مرشحهم التفاصيل مع زهيدة ثابت يضبط الجزائريون عقارب ساعتهم على تاريخ السابع عشر من أفريل الجاري نظرا لما لهذه المحطة الانتخابية من أهمية في مستقبل الجزائر وقبل ساعة من ساعة الحس موجهت عدة قطاعة من المجتمع المدني الحر من طلاب وجمعيات نداءة للشعب الجزائري تدعوهم فيه للتوجه بقوة لسندق الاقتراع أنا عشت مرحلة قديمة عقدا شغل عشتنا مشاكل كذلك وكلش هكذا ما نش حابين عاودوا نزيدون نشو مشاكل حتى أخرى كلش نحبين البلاد هذية ولي نغمال كيمالاشونا استوعنا مضاعوا بزاف مساكن نحن نحبو نطلبوا سلم الجزائر نحن نعيق ذا من أجيه ميدا شو إلا قليجونا غد فيقنا زيوية الحاجة أثن ليزي ترانجي تسين تلي موين تحويسن لي ماليس ولم يفوتوا هؤلاء الشباب والطلاب والجمعيات الفرصة لتوجيه نداءات للجزائريين لوضع حد لدعاة الفتنة جزائريون مطالبون أكثر من أي وقت مضى الوقوف كرجل واحد لمواجهة دعاة الفوضى ختم والموجزة السلام عليكم